تحياتي للجميع وأهلا وسلام بكم فيديو جديد على الألمانية فرصة براما معكم وموضوعنا اليوم هو الكلمة القصيرة البسيطة والأساسية دباي وفي الى 6 معاني رح نحكي عنه اليوم هي من الكلمات المتل ما حكيت أساسية كثير باللغة الألمانية أغلبنا استعملناها من قبل ولكن اليوم رح نوضح هذه المعاني وليش هذه الاستعمالات تأتي بهذه الطريقة القواعدية وطبعا في بعض التراكيب العامية تفيدني لتأصير الحديث وفي تراكيب عادية أساسية وباللغة الهوخ دويتش يعني رح تفيدني بالامتحانات طبعا متابعين القناة بشكل دوري رح يلاحظوا انه صارنا فترة ما من نزلين فيديو تقريبا شيء 40 يوم ما نزل فيديو رح حكي عن هذا الموضوع بآخر فيديو من شاء ما كتير نمللكم بهذا الموضوع للي ما حابب كتير يسمع فخلينا نبلش ورح حكي شوي بآخر فيديو بالختام أول معنى لدباي واللي هو المعنى السهل اللي كلاياتنا مستعملينه من قبل يراد معك يعني يمكن بمستوى الآتس في ببلش يراد اللي هو انه يكون بحوزتك شيء او يكون شيء موجود يعني بمثال هون هستو يعني معك ألم هل يوجد بحوزتك قلم هون القصد انه انت والألم رابع لبعض موجودين بنفس المكان ويعني مربوطين ببعض داباي هي القصد انه دائما بدك تركز على الباي من داباي انه اتفس است باي اتفس شي جمب شي هذا بوضح لي أكثر المعاني الأخرى اللي راح تجيه هذا المعنى كتير واضح مثال كمان دير لابتوب است اوف ديم شخانك هون يسألني شخص وين اللابتوب ونفرض أخوي وين اللابتوب عم بسألني وباقل له دير لابتوب است اوف ديم شخانك يعني اللابتوب على الخزانة ونفرض هي خزانة صغيرة وخزونة من هدول وضنهم ونفرض باقل له كمان ان الشاحن موجود مع اللابتوب موجودين جنبا وباقول داس لادقي غيت ليكت اوخ داباي هون بقدر اقول دانيبا ونفرض جنبا يعني ولكن داباي بتعطيني معنى انه هن مربوطين ببعض يعني انا حطيتهم الاثنين مع بعض بهذا المحل هيك عم بقول له هون في عنا كمان مثال ونفرض انا طلبت طلبية من امازون ونفرض فيها كتير شغلات مختلفة من بيناتهم كتاب فتحت الطلب ما شفت الكتاب اللي جوا وبايت الغراض موجودين ونفرض طلبت بمطالون طلبت مشروب شي شغلة كولا ونفرض وطلبت الكتاب والكتاب ما موجود فانا بخبرون هون وبقول لون باي مينا بشتلون بيلت اتباس اين بوخ اس نيشت داباي يعني الكتاب ما موجود بنفس المكان الموجود في البيشتلون داس بوخ اس نيشت بايدا بشتلون يعني اتنين هون ما ننوا مع بعض سؤال طبعا نستعمله كتير بالامثلة كمستو هويتميت انسكينو ما نتجي معنا اليوم على السينما نحن رايح هنا على السينما عم نعزمك زاغا واند ماكس زنت اوخ داباي هون عم بحاول هو يقنعني أكتر عم بقول لي سارو ماكس كمان رح يجو يعني مو بس أنا مو بس شخص تاني في نحنا كذا واحد ومن بيناتهم سارو ماكس اذا حابب تجي هون الاستعمال كتير بسيط زين تصريفه مع داباي بيعني انه الشخص متواجد او الشخص متضمن بهذا المشروع او هاي الفعالية اللي نحن عم نساوية هون عنا بيقيم هويت آبند انسكينو هاي جملة مو سؤال هون بيجي السؤال فيا اس داباي يعني مين حابب بيجي نحن رايحين اليوم المساء على السينما وانا عم بسأل مجموعة تانية مين حابب يجي ها اس داباي ممكن كمان استعملها كجواب اذا شخص سألني بولن فيا انسكينو غين عابين نروح للسينما فبقول انا ايش بينا داباي انا بحب اروح انا موجود انا رح اكون موجود اذا عملتوا هايك شي يعني حسبوا حسابي وهيك نكون وصلنا على المعنى الثالث واللي هو انك تساوي شي وشي تاني بنفس الوقت يعني هي بمعناته بكل معنى الكلمة بنفس الوقت يعني هون انه يطبخ و يتكلم على الهاتف مع زوجته مثل ما قلنا بقدر اشيله و احط محله بنفس الوقت يعني هو يطبخ و بنفس الوقت يتكلم على الهاتف اذا هاي ترجمتها سهلة فقط شي عم بصير بنفس الوقت هذا مثال تاني ايه جيت شباتسيا رح يتمشى او بيروح بتمشى اندهوت داباي اينا بودكاست يعني بتسمى على بودكاست اللي هنا هدول البرامج اللي بيكونوا تسجيل صوت فقط و بيكونوا شوية طوال ساعة ساعة و شوية عالم بيقعدوا بنقشوا موضوع معين يعني فهو وهو عم بتمشى باسمع البودكاست بنفس الوقت شغلتين عم بيصيروا بنفس الوقت وهيك نكون وصلنا للمعنى الرابع لداباي واللي هو رح يكون مربوط بكلمة قغادة قغادة داباي حاليا في هذه اللحظة بيجي اكترشي بالجواب على واسمعشت دو يعني واسمعشت دو جراد شعبت ساوي هلا اش بين جراد داباي اينا كوخن في دي باتي زباقن يعني انا حاليا في هذه اللحظة ام بخبز قطول الحفل ام بخبز كيك اندك امان اش باقراد داباي اينا كوخن في دي باتي ألستو انقغوف نهست هنا انا عم بعطيه المعنى للشخص اللي عم بيحكي معي انه هو قاطعني وانا كنت عم بساوي شيء يعني انا كنت كانت ايدي مليانة كنت عم بشتغل المطبخ كنت عم بخبز وانتا خبرتني شلتني من المطبخ وخلتني هلا احكاب تليفون وهيكو بنصر على المعنى الخامس ايش حاب اينا براكتكم باي زيمانس جماخت انا عملت براكتكم عن زيمانس عملت تدريب مهاني عن زيمانس شركة زيمانس منعرفها داباي عابي ايش زير فيل جلانت على هون داباي بتأشرلي على شو؟ على براكتكم باي زيمانس بايدين براكتكم باي زيمانس هابي ايش زير فيل جلانت داباي هابي ايش زير فيل جلانت يعني هون اكتر انا عم بستعمل الدا للتأشير على براكتكم باي زيمانس عم بكمل بعدين مع حرف الجر باي طبيعي ممكن كمان ابدله هون في دوت والنفرون هناك هناك تعلمت الكثير كمان بصير ولكن هون احنا عم نحكي اكتر على داباي فإذا كمان ممكن افصل واستعمل الدا للإشارة مثل ما بنستعملها مع غير أمور مثل داغا وفورنفرون وبأشر على شغلة صارت بالجملة اللي قبلها عندنا هون كمان بعض التراكيب مع داباي اس هندلت زيش داباي يعني اس قيت دارون يعني عم بشرح انا شو عم منساوي عم بشرح شو الفكرة اللي بلشت بمقدمتي من شوية بالمثال بتوضح اكتر ماين تيم انتوكلت اي نويس بردوكت فريقي فريقي العمال عم بتوور منتج جديد اس هندلت زيش داباي ام اينا ايسرس فيلزايتجن ونربوستن شاينفافا هون في عنا كتير كلمات ما بتلزم اس هندلت زيش ام اينا شاينفافا فيننا نقول شاينفافا اللي هو الضو الكبير اللي بيكون من قدام على السيارة وبنقدر كمان نفصل هدول الكلمتين مشان تفهموا الكلمة اكتر شاين اللي هي انارة او ضو او لمعة بشكل عام وفافا من وفافا لانه يرمي فمتل شي عم بيوزع ضو عم برمي ضو شاينفافا ايضا الضو الكبير اللي قدام على السيارة انا فريقي عم بيطور ضو جديد بيكون فيه خاصيات جديدة ونفرض انه يكون اقوى يكون اعرض مثلا بيعطيه ضولة ورا شوية يكون روبوست هون عم نقول انه ما بتعطل فاذا اس هندلت زيش داباي يعني منقدر هون فعليا انشيل الداباي ونقول ان اس هندلت زيش بس ولكن هون الداباي انا بقشر فيه اكتر على الانتفكلون على الشغل انه نحن باي دا انتفكلون انتفكل فيا اين انشاين وفافا بتمنى هيك اكون شرحت شرحت شوي طريقة اقرب لانه هي شوي صعب فهمة ويعني ترجمتها شوي صعبة ولكن بكل سهولة يعني اس هندلت زيش اوم منعرف اهي من ال باينز من الكتابات من الرسائل وإلى آخرين متعلمين ما كتير ضروري الواحد يركز على الداباي هون نحن عم نقول اس هندلت زيش ومنعد حافظ على رأيي�� ايضا في استاذ جيد انا اقرب אני باين احافظ على رأي他是 استاذ جيد اذا دائما استعمال اطرح انه تمسك برايي انه خلاص جاء Governor حتى بعد Umwelt عالمعا باين شرحت هي من خلاص اناaba مثل اتستاذ احضّم واع dernière وفادي دا باين تركيب وهو مثل انه ضلينا عن نفس الكلام بمثالنا هون يعني نحن حكينا اتفقنا ان نلتقي ببعض يوم السبت يعني ضلينا عند هذا الحكي رح نلتقي يوم السبت تغير شيء هذا هو سؤالي يعني لساعتنا عند هذا الحكي لسا كلامنا نفسه في عنا كمان التركيب يعني اهم شيء شرف المشاركة هيك شيء معناته بايدا ماراتون لا يعمل ايضا يعني عندما الواحد يشارك بماراتون بسباء الماراتون الجري لمسافات طويلة الهدف ليس انك تربح وتكون الاول يعني اهم شيء شرف المشاركة يعني انك تشارك بهيك حدث وتقول انك من قبل عملت ماراتون وخلصته اهم من انك تقول انه ربحت ماراتون هو حلو انك تربحه ولكن اهم شيء والسبب اللي انت عم تساوي هذا الماراتون هو المشاركة فيه وليس ربحه اذا داباي زين است عاليس شكرا استماعكم كثيرا لهون بيكون انتهى الفيديو خلص المعاني اللي حبيت اقدمكم ياهن لداباي اذا عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه اكيد رح يفيدكم الفيديو على الشاشة و رح يعجبكم دعم القناة مشكورين عليه سلفا وعلى سريع رح احكي بتأسف على انقطاع الفيديوهات وبشكل عام جودة الفيديوهات اللي كانت موجودة باخر نص سنة هذا شيء رح نحاول نحن هلأ نحصنه و رح يكون في فيديو نشرح فيه وشو رح يكون مشروع القناة لقدام وشو رح يكون ترتيب القناة بشكل عام حابب اغير هاي الطريقة اللي عم ننزل فيها هلأ انا ونعمل مثل سلاسل اكتر ماشان اللي يحب سلسنة معينة ضلوا عم بتفرج عليها ونخلق اكتر نوع من الترتيب وبشكل عام مشاركة مع الجمهور بالقناة شكر استماعكم كثير وشكرا على المتابعاتكم بعد انقطاع تكونوا بقل في خير